السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة من فانتاكتيك محلي حلقة اليوم هتكلم فيها عن بعض التفاصيل المهمة جداً الخاصة بعودة الدور الممتاز وكمان هتكلم عن قرارات الاتحاد السودان لكرة القدم وايضاً تجهيزات الاندية السودانية للمشاركات الافريقية في الفترة القادمة اندية الهلال والمريخ والأمر الأطبرة وايضاً هلال الأبيض قبل ما بدل حلقة قناة ما تنسى دعم القناة بالاشتراك مهم جداً لو ما مشترك تشترك ولو مشترك تفعيل زر الجرس حاخوش معكم على طول في البند الأول من هذه الحلقة وهو قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السودان لكرة القدم استمع المنجلس إلى دقة التفاصيل المتعلقة بمسابقة الاتحاد القومية الأربعة المسابقة الوسيط كاسا سودان الدور العام المقدم من اللجنة المنظمة للمسابقات وتقرر أن يلعب الممتاز بنظام التجمع في ولاية الخرطوم لدورتين الأولى والتانية وتمت الموافقة على إقامة منافسة الوسيط بثلاث مجموعات في مدن الأبيض وكسلة وود مدني وكمان أن يقام كاسا سودان في مواعيده المقترحة وأن يبدأ النشاط فوراً نظام الدورتين اللي هو النظام العام بالدورتين الأولى والتانية حيكون كله متجمع في الخرطوم بنفس النظام القديم اللي هو فأعتقد بشكل عام دي واحدة بالحياة الممكن بتسهم في أنه للحد من انتشار جاعة كورونا للحد برضو من التكاليف والصفة الكبير جداً بيكون للأندية برضو بتساعد برضو الأندية المشاركة إفريقياً في أنها تايماً تلعب بشكل أفضل في أنه عن السفر مثلاً تسافر كان الشمالية كان كادوكلي كان الجزيرة أو أماكن أخرى بنتكلم برضو عن حياة مهمة جداً اللي هي إرهاصات كتير جداً تكلمت عن عدم عودة الدوري الممتاز في الأيام القادمة لكن حالياً قرار الاتحاد وعودة الدوري في الأيام القادمة واحدة من الحياة المهمة جداً الموسم الفات شفنا انتهى بياته كيفية وبياته طريقة بين سجال وبين مشاكل كبيرة جداً كانت بين الوزارة والاتحاد السوداني لقرة القدم في مسألة كيف يكون في برتوكول صحي واضح بالنسبة للعبين السنة دي لازم يكون البرتوكول واضح لأن كتا ما عايز تكمل الدور السوداني بس انت عايز تكمل الدور السوداني وعايز تكمل بنموزج كويس جداً جداً والأهم من ده إن كتا عايز تحمي أنديتك الإفريقية فيهن وما يكون فيه إصابات عشان أقلاه تلعب بشكل جيد جداً لأن الاتحاد الإفريقي ما حيجامل لك بشكل كبير عن تجربة نحن عندنا استسهال كبير جداً في كل الاتحادات الحاصلة الناس ممكن ما بتلبس الماسك الناس ما بتعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة من لبسة اللي هو الكمامة من التعقيم اليدين من الفحص الشامل أو الفحص الدوري بالنسبة لهذا المرض العين الشيء اللي أنا عايز صراحة يحصل في الأيام الجاية نسبة لأن الاندية الأربعة المشاركة إفريقياً محتاجة لنا نحميها بشكل أفضل لأنه في أندية كبيرة جداً على المستوى الإفريقي في الفترة الجاية في الفترة الفاتت اتظلمت أو ظلمت نفسها أو ممكن الفيروس خلاها إنها ما تكون بكامل عددها في مباريات كانت مهمة جداً على المستوى الإفريقي أو على المستوى الآسوي كانت للسعودي أظن الوداد برضو في مباريات كانت مهمة جداً على المستوى الإفريقي وقدر يمكن طلع مهم لعبين مهمين جداً حتى له المصري عنده ثلاثة لعبين كانوا مهمين جداً في التشكيل ومرض الكورونا خلاهم أن يكونوا خارج نهاية دورة أبطال الأفريقية وأيضا أعتقد الزمانيك فبالتالي أنت كيف تحاول بقدر الإمكان لجراءات الاحترازية تكون كثقافة بالنسبة لك كلاعب وكإدارة وحياة دي ما عيب نعمل فيها محاضرات ولاعب يكون في برنامج في تلفزيون ولاعب يكون في محاضرين خاصين بالاتحاد السنان لكرة القدم يمشوا للآن دي في مكانه ويحاولوا يتكلموا معها في اللقاءة تحديدا بكلموا اللاعبين في اللوجرات مهمة جدا لكنك لاعب كورا قال له العالم اليوم ما زي مبارح فبالتأكيد عشان تحمي نفسك وتحمي زميلك وبرضو نساعد أنديتنا المشاركة إفريقيا إنها ما تفقد أي لاعب في الفترة الجاية ودي واحد من الحياة الممكن تكون كويسة جدا لشان تيكوتوكو لما نتهى لمقابلته الهلال كان في مباراة تأخذنا في موريتانيا الفريغة الموريتانية قال إنه عندي إصابات حتى رشان تيكوتوكو قدم اللي هو اعتراض أو طعن على أنه ما حيقدر يمشي إلعب في موريتانيا بحكم الفريغة الثانية إصاباته على الكورونا كثيرة جدا فبالتالي إن جاءتك أي إصابات في توقيت ما قبل المباراة مستاشر يوم انت حتجل نفسك حتخذ نفسك في مشكلة كبيرة جدا فبالتالي الجرادة مهمة جدا أنديتنا تلتزم بيها في الأيام القادمة حتكلم على طول عن شهد اللي هو مباريات أو تمارين المريخ فيه اللي هو أجر المريخ تدريبة مساء اليوم اللي هو مساء أمس بملعب دار رياضة من درمان على أن يؤدي الفريق مرد صباحا غدا اللي هو اليوم الثلاثة بذات الملعب وكان المدير الفن للمريخ قد وضع برنامجا تدريبيا استعدادا لملاقات إنمبانيجيري في الثالث والعشرين من الجهر الجارية تمرين دا شهد عوضة مزعب كردمان للتدريب تدريب المجموعة لسه اتكت ما شارك في تدريب المجموعة وأعتقدون المريخ بشبهي بكامل العدد في الأيام القادمة لمقابلة نادي إنمبانيجيري في السودان واحدة من المباريات المهمة جدا بتكون بالنسبة لجمهور المريخ وحنتكلم عنها ان شاء الله تفصيلا في حلقة خاصة ما قبل المباراة حنتكلم كمان عن نجمنا السطع جدا في شباب قسنطينية النجم شرف الدين شيبوبة الممكن متألق جدا 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 شرف الدين شيبوبة جماعة لعب ثلاثة مباريات ما سجل هدف لكن صنع هدفين واعتقد إنها دي واحدة من الحياة الكويسة جدا فينا كلاعب بليميكر أو لعب متوسط ملعب تحاول تساهم مع فريغك في إنك تسجل أو حتى لو ما سجلت في إنك تصنع ودائما بتكون الوصية من المدربين للاعبي خط الوسط في إنه كيف تقييم نفسك بشكل أفضل في إنك كلاعب وسط وكي ما مطلوب منك كتا دائما إنك تحاول تسجيل دائما لكن مطلوب منك كتا تحاول تقوم بالشغل اللي هو تمهيد دائما الكورة للمهاجمين وتحاول تخليق وتكون زواية تمرين بالنسبة ليك اللي هو واضحة شباب واحد من أسكن اللاعبين اللي بقدر يعمل الحاجة دي بشكل جيد جدا وصناعته لهدفين في أول كرة مباريات بتأكيد بتبين ليك إنه قد رشل اللاعب عنده يعني عزيمة وإصرار ولهم من ده عنده رؤية واضحة في مسيرة الاحترافية نتمنى له التوفيق في قادم الأيام طيب هتكلم عن البندة الأخيرة اللي هو مباراة مش الأخير قبل الأخير هنتكلم كمان عن اللي هو أطهر الطاهر أطهر الطاهر يا جماعة مباراة لعب مباراة ضد أعتقد سموحة لاعب ضد نادي غزل المحلة تعادلوا واحد لواحد أنا شفت الهداف وممكن معظم المحللين أو معظم الكتاب يتكلم عن المباراة أطهر الطاهر في ظهور الأول ممكن نقول عليه ظهور مقبول في أول مباراة رسمية اليوم في الدوري المصري هي بالنسبة لي بشكل عام ممكن نقول عليها بالتأكيد كبداية لما نقول عليه مقبول دي حاجة كويسة جدا لكن بالنسبة لها طهر الطاهر المفروض يكون كمستوى أحسن من كده الظهور الأول لناس دايما بتحاول التعاين للظهور الأول بالنسبة ليك هو حتى في المباراة أمكن بتكلم عن أنه هو كان عنده خطأ في المباراة بشكل كبير في أنه هو الهدف جاء من اتجاهه في صوتة قطية أو عدم تركيز أو عدم حضور ذهني كان كبير جدا بالنسبة لها طهر الطاهر حياة زي دي بتحصل حياة زي دي بتكون موجودة جدا بشكل كبير في اللي هو المباريات فينا كده أول ظهور ليك مع دوري مختلف مع الثقافة مختلفة حيث كتير جدا جديد عليك إنما نحن كيف كجمهور سوداني كيف ندعم العبن بشكل جاي جدا عن طريق صفحته في الفيسبوك عن طريق حتى مشاهدة المباريات ويبداء الرأي الممكن يكون يعني توضيح الأخطاء بشكل جاي جدا ولهما من ده الدعم في المواصلة المسيرة بشكل جاي جدا لأنه نحن بالتكيد عايزين يتقدم بشكل أفضل وأفضل ومسيرة الاحترافية يا دابة ابتدت ولهما من ده إنه يتعلم ويبقى عنصر كويس جدا على مستوى سموحة ولهما من ده الفائدة بتجي للمنتخب الوطني. أي أن كان خطأك أطهر الطاهر بتأكيد أنت واحد من أهم اللاعبين بالنسبة للسودان بشكل عام وإن شاء الله تتقدم بشكل أفضل وأفضل وبالتأكيد الدور المصري دوري مستواه مرتفع جدا جدا وبتأكيد ده برضو حيس في إنه مستواك تفعل بشكل جيد جدا في ممكن خواتم هذه الحلقة هتكلم عن الهلال. الهلال يا جماعة في الفترة القادمة حيسافر إن شاء الله أعتقد يوم الخميس أو يوم الجمعة أعتقد حيسافر في بعثة قوامة 26 اللاعب لمباراته القادمة أمام الأشان تيكوتوكو في غانا الهلال يمكن زي ما نقول كده بكامل العدد في قادمة الأيام. لعب مباراية مهمة جدا وعنده مباراة في آآ حيلعب مع نادي الأمل آآ عطبرة يوم الخميس في ساعة في ساعة ثالثة آآ عصرا المباراة أجرت ليوم الخميس بالتأكيد هي واحدة مباراية ممكن حتسهم مع الفريق في رفع الجوارب البدنية برضو والفنية وشراك عدد من اللاعبين ممكن يكونوا مفاجأة بالنسبة للفريق في الفترة القادمة وهلال زي ما قلنا في كم مرة إنه عنده الإمكانيات وعنده اللعيبة كويسين جدا محتاجين بس شوية الصبر في إنه الفريق بالتأكيد فقد عناصر كويسة جدا على مستوى التشكيل الأساسي لكن محتاجين كيف الناس تحاول تصبر أكتر وأكتر فيهم الفريق يلقى التوليف المناسبة ويقدر يلعب ضد الآشانتيكوتوكو الغاني برضو هنفرض حلقة خاصة في هذا آآ النطاق عن الهلال بمباراة ضد الآشانتيكوتوكو الغاني في قادم الأيام أنا حبيت بس أقول شوية الأخبار الموجودة دي أخبار مهمة جدا جدا ما بين دور السودان للمحترفين الموجودين خارج السودان وكمان مشاركات الأندية الإفريقية في قادم الأيام الموعيد كمان عندنا هلال الأبيض حاليا بيواصل تحضيراته على ملعب نادي الخرطوم الوطني وممكن عامل مباراة مع الخرطوم الوطني أعتقد اليوم أو غدا مرضو واحدة من التحضيرات المهمة جدا بالنسبة لها للأبيض مع ممكن دعم كبير جدا بالنسبة لها للأبيض واصل في الأيام الفاتت والأيام القادمة بالتأكيد للوصول إلى الجاهزية التامة لأول مباراة المستوى الإفريقي شكرا لكم كثيرا لحسن المتابعة وإن شاء الله دايما تأمين والأمين شكرا